ليسوا إلا فئة مسحوقة كغيرهم ممن هم تحت سلطة قمعية تمارس ديكتاتوريتها وقبضتها الأمنية بحقهم هم الأكراد في مناطق سيطرة ميليشيا قسد وتحديدا الشبان منهم موجة هجرة غير مسبوقة في منطقة الجزيرة السورية عموما والأكراد منهم على وجه الخصوص تفاديا لسياسة التجنيد الإلزامي المنتهجة من قسد وبحثا عن فرص للتعليم بعد أن دمرته الميليشيا بكل مراحله وليس القمع الممارس عليهم وظروف الاقتصادية القاسية وعدم توفر الكهرباء والماء والخدمات الصحية إلا أسبابا إضافية تدفع الشبان للهجرة فضلا عن رغبتهم كما الكثير من السوريين بالبحث عن ظروف معيشية أفضل ظاهرة الهجرة المتزايدة باتت تؤرق ميليشيا قسد حيث فندت مزاعمها بأنها رفقة ما يسمى بالإدارة الذاتية التي شكلتها تعتبر نموزجا مثاليا لسوريا كما زادت الهجرة من متاعبها ومعاناتها نتيجة نقص الكوادر الكردية السورية وهو ما دفعها إلى تكثيف عمليات تجنيد الأطفال من قبل ما تسمى منظمة الشبيبة الثورية وتجديدها الإجراءات لمنع الهجرة من مناطق سيطرتها باتجاه تركيا وأرياف الرقة والحسكة وحلب الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحاضنة التي كانت تعول عليها الميليشيا لبناء مشروعها الانفصالي كانت كغيرها من السوريين ضحية لممارساتها القمعية وإرهابها المستمر وإن شاء الله يفرجه بجاه سيدنا محمد نرجع على بيتنا والله إحنا نستأجرين وما نعرف أين رايح يد السعب وهنا السعب يدن نروح والله ما نعرفه ما أن لحده شكرا شكرا